اشتركوا في القناة 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 انظرك هما مقيمين في الجزائر بطريقة قانونية اسكوا يقدروا يديروها نفس الشيء بالنسبة للجزائر ذوك انتها لما تحرم شيء على الناس ما لازمش توبيحه لنفسك ولما توبيح شيء لنفسك ما لازمش تحرمه على الناس احنا ذوك لما ننتقدو النظام ننتقدوه على الظلم لكن ما لازمش نمشيه مع انسان ظالم والله انسان معتدي للقانون تذوق مثلا واحد راه عيش في ايطاليا عندك وثائق في ايطاليا ولا في بريطانيا الجينتا القنصلية في فرنسا تطلب الوثائق متاعك مكاش منها رك عيش في مدينة في ايطاليا ولا في انجليترا ولا في اليونان ولا في اي بلد روح للقنصلية في البلاد اللي رك عيش فيها عليش رامدرين هم القنصلية في كل بلاد رامدرين قنصلية ما لازمش الانسان يخدم ضد القانون ومن بعد يحب يستعمل عبارات هذيك تعاطف ويدخل فيها ما نش عارف ان العيل انتاعوا ويدخل فيها هكذا ويدخل فيها هكذا كله من اجل على جلبش يتلعب العاطفة انتاع الناس ويلقى نس يمشيوا معاه على جلبش كانش من هذي كونوا ناس عقلين كونوا ناس منطقيين احنا ضد الظلم ما هو ان الانسان يسوي الوضع ينتاعه ولكن تسوي انتاع الوضع ينتاعك في فرنسا او لما عندها حتى تدخل قنصلية انتاع البلاد قنصلية راها موجودة والصفارة راها موجودة من اجل هذي الناس اللي رامهما مقيمين بطريقة قانونية ومقيمين بطريقة شرعية لذلك الاخوة والاخوات ما لازمش الانسان هو يتعدى على القانون وفيما بعد يدير روحه باللي يراه عنده الحق ما لازمش الانسان يكون قاضي هو اللي راهو ذوك يحكم على روحه شو في ناس هكذا حراق هكذا هو راهو حراق يمشي بطريقة غير قانونية ويقول لك نروح ما اسمه السفارة على جلبش يعطي له الباسبور على ابانه باللي راهو كين فساد على ابانه باللي راهو كين ظلم على ابانه باللي كين رشوة على ابانه باللي راهو كين وكين وكين بالصح ما لازمش الانسان انت تعالج الفساد بالفساد ما لازمش انت تم من جهة تطالب على جلبش تكون دولة متاع قانون يا اخوه يحترم انت القانون ما تحترمش القانون على الاقل ما لازمش تبلعط الناس انا قل ذرك أنا ما رانيش معترف بهذا النظام ما رانيش معترف بهذا العصابة ماشي من بعد أن نروح هنا نقول ندير قانون الروحي ونقول نفتي الروحي ونقول كذا ما أنيش ما أتعرف بهم مراني نسعى من أجل عجل باش نغير أنا هذا النظام إذا كنت نظرك أنني ننتقد أنا الظلم ماذا بي على جل باش يكون أنا النظام عادل لكن الإنسان يكون منطقي ويكون عادل ما لازمش الإنسان يكون هو ظالم هذا الناس الإخوة مع الأسف الشديد ما همش للحق ما همش للحق عندك الحق أنت في الجواز أنت على السفر الحق أنتعك تديه في البلاد تديهش في الخارج وقال ذرك الناس هكذا تستغل هذه الوسموه صار ذرك كل إنسان ذرك يلا قال دير إضرب على الطعام ودير فرقة إعلامية لجل باش نتبان أيا بركوما تبلعطوه في خلق ربي بالإضافة اللي أنه ربما فيه ناس من بعوثين رامي لعبوا في الدور هكذا انتع معارضة هكذا ولا يلعبوا في الدور هكذا كله على جلبة شوما لا 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 حنا ما نوقفوش مع ناس لما يكونوا هما ظالمين ولا معتدين عن القانون بالعكس هذا الناس رامي خدموا في النظام لما انتظوك يشوفوك الناس هكذا شوفوك انت بلي انتارك معتدي ووراك خارج على القانون وتحب التدير القانون ومبعد الناس يقولوا هاي المعارضة شوفو لا احنا ما ننمشيوش معه الظلم نمشيوه مع الحق لما يكون الحق مع النظام نقفه مع الحق مش مع النظام ولما يكون الحق مع الشعبي مع المواطن مع المعارض مع السياسي نقفه مع الحق منين ما دار الحق ندوره معاه وكاين بعض من الناس شفتهم هنا في بعض التعليقات انتاحهم هكذا لما تتكلم هذا الكلام يقول لك هذا كهو منافق علاش ربي لما دار السيء او الحسنى لماذا علاش ربي يخلق الألوان دار الأبيض ودار الأسود ودار الخضر ودار الأحمر انسان لازم يفرق بين الحق والباطل نمشي مع الحق انا ما نمشيش مع الباطل شوف انا في تسجيل تاع واحد رح يطلب تأشيرة في السفارة في الدولة اعتقد الارغن رفضوه تأشيران تاعه خرجوا هو يبهدل في هذوك الناس اللي ثم حتى النصار يقول له بالهذاك الموظف هلاك يقول له بالهذا دار تاع فلافل تقبل انتال السفار انتاع بلدك يقولوا عليها هكذا شكون عارف انتبالي هذا راه موش اردني اصلا راه داره هو وثائق انتاع فلسطيني وحب يدخل الجزائر وهو راه ربما ما على بناش حتى وشكون لهو ينتعو ما هو لا اردني ولا ولا فلسطيني ويتنشر الناس في الفيديوات ومعلى بلش كذا يلعبوا في الدور تاع المعارضة قاعدين يشوعوا في الصورة تاع المعارضة لا عندهم علاقة بالسياسة ولا عندهم علاقة بالاخلاق ولا عندهم هي اللي عندهم بليس اذن الاخوة والاخوات ما لازمش يجيو مجموعة هكذا من البلطاجية ويجو يلعبوها هكذا معارضين والله يلعبوها باللي كذا راهم يدافعوا الحقوق متاع الانسان لا احنا لما نشوفوا الانسان واحد مظلوم نقف معاه ما لازمش نقفوه احنا مع انسان ظالم وما لازمش انا يلعب لي بالعاطف انتاعي نقف مع الحق لما نشوف مواطن هو مظلوم نقف مع الحق نقف معه هو لما نشوف انا انسان ظلم نقفش معه هذا هي هذا هو الانسان اعتقد الانسان اللي راه عنده اقل وراه يفكر وراه يفكر في المصلحة انتاعي البلاد راه بالطريقة هذه اذا كان راه وذرك صارت هو انه كل ما انسان خرج انشر فيديو ويبدأ هو يتهجم على السلطة يقول لي يصير معارض راه البلاد راه ماشي الهاوية يا جمعة الخير ما لازمش تمشيوا بهذا الطريقة يا اخويا انا لما نشوف منشور لما نشوف تسجيل لما نشوف تعليق نخدمها راسي ونوزن المصالح والمفاسد اللي راح تترتب على الموقف انتاعي انا وفيما بعد نوقف مع الحق اللي نعتقده الى ان يثبت العكس وبدون هو انه من دخل انا فيما سبات وفي معيرات هكذا مع الناس وكذا لا انا عندي موقف انتاعي نمشي مع الحق هذه باختصار وهاني عايش في فرنسا وعندي الوثائق في فرنسا ومعندي باسبور جزائري نورمال هذه هي انا اخترت الطريق هذا اخترت الطريق هذا لبلي به بلي طريق راك راح تدفع فيه الثمن وهذه هي حتى ان شاء الله ربي فرج ما يجي واحد ذرك هو احراق ما عندوش وثائق ما عندوش سكنة ثابتة ما عندوش كذا وفيما بعد يقول لي هو يطلب بيش اعطيه له باسبور ما هيش ما هوش كلام منطقي بالاضافة الى انه ذرك الانسان راه هو يتنقل من بلاد لبلاد كل بلاد ورا عندو الوثائق انتاحة تا في الجزائر في الجزائر لما تكون انت مثلا رك سكن في سطيف ورايح انت الولاية واحد اخرى رايح انت السوق هراس ولا رك رايح انت الالعنابة ولا معنى بريش انها الطارف ولا لاي ولاية واحد اخرى رايح انت الانتي موشنت تروح انت ذوك مثلا انت تسجل في حاجة يقولك اعطينا بطاقة على السكن وبطاقة على الاقامة كيفاش انتم تدفعوا للفوضى وحبين تحاربوا الفوضى هذي ولا كيفاش يا جماعة كونوا عاقلين شوية ما لازمش الانسان يكون يعني هكذا يسند الظلم حنا نحوسو ذو كان لما تقول لي بللي مثلا السفارة ما راهيش تقوم بتدور تاعها تقول لي مثلا بللي السفارة راهها كين تقصير راهها قال مثلا كين رشوة راهها كين كذا وعندك ادلة اللي انت تتكلم بها هذي الكلام ما عليش انا راني ضد النظام ضد النظام اللي انه راهه نظام فاسد لكن ما يجيش انه واحد يستحمرني من هذا الناس اللي هو راهه ضد القانون وراه هو ضد حتى المصلحة منتاع البلاد ما يجيش يستحمرني يعني نمشي مع انسان اللي راهه ذرك هو يخمم في المصلحة منتاع البلاد نمشي مع انسان عقل نمشي مع انسان حاكيم نمشي مع انسان نرسين نمشي مع انسان اللي هو يميز بين المفسدة والمصلحة نمشي مع انسان انا اللي راهه ذرك هو عنده استشراف نمشي مع انسان انا راهه عنده ببعد انتاع نظر نمشي مع انسان انا راهه يقدم المصلحة لاما البلاد هذا الانسان هذا اللي راهه يبلعط فيك ذرك هذا ذوك غدوة اللي راه يوصل للسلطة وش راح يدير لك هذا راه وريح غدوة فيما بعد يديك للمهالك لذلك الإخوة والأخوات ما لازمش هو أنه يجيوا هذا المجموع إخويا نترك حراق ربي يكون معاك ربي يكون معاك ربي يحسن العون انتعك ربي يفرج عليك اخدم والله اشوف طريق واحد اخرى ان شاء الله لعل الله يفتح عليك ربي بالزواج لعل الله يفتح عليك ربي بكونطرة انتعها وسموه خدمة لعل الله يفتح عليك ربي الأبواب وان شاء الله تخدم الوثائق انتعك لما لا لما تخدم الوثائق انتعك انتا تكون عندك انتا كارت ريزيدونس والله تروح انت فيما بعد الكونسيلة اعطيك باسبورت تعك تكيفاش انت تمشي بطريقة غير قانونية في دولة وتروح انت الكونسيلة على جل باش انت تحب انت تدي الحق انتعك ما كشم سجل اصلا في الكونسيلة هذهك تبال دروعة على جل باش انت تدي الوثائق انتعها تخرج ترك رايح لبلاد هذيك رايح دير في بالك على جل باش تزوج تجيب واحدة ألمانية ولا تجيب واحدة ما على بليش هنك ذا ربي عونك خرجت على جل باش تدي راب ذونير ومن حقك من حق انت على جل باش تخرج ولكن كون منطقي يكون عاقل ما لازم انت ذو انت تروح تفرض رحك في دولة هكذاك لما تخدم الوثائق انتعك تروح انت الكونسيلة بس كو الكونسيلة ذرك هي هذا رأى واسمه رأى كما يقوله السلك دبلوماسي رأى ثم هذي تولي انتع دولة انتع بلطاجية هذا ذوك لما يوحد ذرك هو انت الكونسيلة هذا يولي اللي يجي قال واشي جزائري يلا هكو باسبور ما تحضر معه ما ولو شو كون لي يثبت باللي هكو جزائري هاو قادر واحد يكون موش جزائري رأى ويروح ذوك هو الكونسيلة قال انا اراني جزائري وانا كذا وانا كذا وانا اعطوني الوثائق تاي ما يعطوكش الوثائق من حقهم عجبش ما يعطوكش رك في دولة رك في مقر انتع انتع قنصلية ولا انتع سفارة ما هيش وسمو تبرنا رك رايح داخل المقر انتع سيادة لذلك انت من المفترض هو انك انت تحافظ على السيادة انتع بلادك من المفترض هو انك انت تعطي صورة مليحة علي بلاد انتعك اذا كان هذو الناس هذو اللي يرام في الكونسيلة هذو ولا القنصلية هذو 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 الناس اللي يرامو مخارجي وانا الطريق المفترض هو انك انت تكون مسقم كيفش انت خارج عن القانون كيفش انت تبشي فيه مشي انتع انتع كذا وتروح انت حب انت تغير نو مشي هذه الطريقة اللي تغير بها اذن الاخوة هذو الناس اللي رامو مظرك هما يطالبوا فيما يتعلق بالجوازات انتع سفارتهم عندك الحق انتع لجل باش تدي جوازتها سفارتك ولكن في البلاد لما تكون في الخارج تكون مقيم بطريقة قانونية يغيذ كل حال لما تشوف انت ناس من الخارج هكذا رام يدخلوا البلاد انتعك ويتفسحوا فيها وكذا يغيذ كل حال لما تشوف انت عملاء وتشوف انت ناس رام خواناء ويبيعوا في البلاد وطالعين هابطين ورام ديرين مشاريع ورام ديرين كذا يغيذ كل حال انت ابن البلاد وانت كذا وانت المحرم من حقوق انتعك يغيذ كل حال لكن في نفس الوقت انتارك خرشت وانتارك اخترت هذك الطريق وعلى بك بلي هذك الطريق راه وعر وصعيب تحمل مسؤولية انتعك هذه هي وكنتارك خرشت ربي يكون معك ربي يفتح عليك وربي ان شاء الله يعوذك وان شاء الله احنا ماذا بنا على جل بش يتغير هذا النظام ماذا بنا بش تعود الامور للنصاب تاعها ويعود القطار للسكن تاعها وماذا بنا على جل بش الجزائريين كلهم ما تكونش عندهم هذه المشاكل هذه في الوثائق وان شاء الله تتحل يعني لما لا ولكن في نفس الوقت ما لازمش الانسان يكون هو خارج على القانون ما لازمش يكون هو معتدي ما لازمش هو يمارس في هذا الامور لخارج على القانون ويعود يمارس في البلطاجية وفيما بعد قال قال واشي قال ها هو معارض والله راه هو زعج النظام هيا بركونا متبلعي طنتاكم هيا فيقو على رواحكم هل يقلش لأمر ذاك هيا السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة